بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في شابتر 6 ستريب فوتينج part 5 ديزاين أوف ستريب فوتينج او خطوات تصميم الستريب فوتينج احنا في الجزء السابق لو تفتكروا تعلمنا ازاي نجيب الدبس المقاوم للعزم وصممنا الفوتينج كما لو كانت ستريب فوتينج بس لسه ما كملنا هاش ستريب فوتينج لازم نعمل تشيك بانشينج طبعا ما فيش بانشينج في الستريب فوتينج لكن فيه تشيك مين تشيك شير تشيك شير يبا لازم تجيب كيو شير الاكستيريور والكيو شير الانتيريور كيو شير الاكستيريور عبارة عن الف يو ان اكت في مين الاكستيريور في مين في السي نقص الدي هنا كيو شير في بتاعتي الف يو ان انتيريور في السي نقص مين الدي وبعد كده جيب الكيو شير عبارة عن كيوشير على 100 في الدي والكيوشير التانية عبارة عن كيوشير على 100 في الدي أقلينهم بمين؟ بالكيو سيو اللي احنا تعلمنا عليها اللي عبارة عن 1.3 من 10 في نص في 0.75 جزر مين FSU على غاما مين C دي غاما C اللي قدامنا ديت كله قص مين نص يعني جزرها اللي احنا مفروض نشيك ان كيوشير تكون أقل من كيو سيو والكيوشير دي برضا تكون أقل من مين من كيو سيو يبقى في الحالة ديت Save يبقى مفيش مشكلة في Dips بتاعي لكن مفيش bunching خلاص احنا جبنا Dips للمومنت وجبنا Dips للشير والDips للبونشينج خلاص save مفيش مشكلة يبقى لازم نطلع الحديد هنطلع الحديد هنطلع الحديد ازاي? R S بالساوي M على G في D في F في Yield وقارنهم بالR S من وليا 0.0015 في المية في مين في D ده في الاكسيريور وفي الانتيريور نفس الكلام مفيش اختلاف خالص هتبتدي بس احنا ديت الاكسيريور اللي هي دي دي الاكسيريور ودي مين الانتيريور المومنت على G في D في F Yield وهنا الR S 0.0 دي المينموم بتاعتي 0.0015 في مية في D ده الحديد الرئيسي بتاعي طيب عايز بقى الحديد بتاعي السنة وياخده قديه الR S secondary بتاعي بناخده قديه بناخده 25% من الحديد دوت على ألا يقل عن كام على ألا أن يقل عن 5 في 12 في المتر ده الأقل حديد ممكن نحطه في الاتجاهين بتاعتنا كده يبقى أنت قدرت تصمم الستراب مش الستراب أنت صممت الأعدة الانتيريور والأعدة مين الاكستيريور يبقى باقي لك أن أنت تصمم الستراب نفسه ده اللي هناخده فيه الجزء القادم ان شاء الله شكرا